اشتركوا في القناة في برقيته عن بلغ تعزيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة سائدنا الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يحفظ جلالته من كل سوء كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزيه ومواساه من أخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخ هالب بن تدعيج آل خليفة وقد أعرب سمو ولي العهد السعودي في برقيته عن أحر تعزيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة سائلان المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يحفظ جلالته من كل سوء ومكروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر